خلونا في عجالة ما لا يدرق كله لا يترق كله خلينا ناخد أسئلة حضراتكم عبر صفحة إني قريب على الفيسبوك وأول واحدة أختنا الكريمة بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنده سؤال وإن شاء الله لا إجابة ترضي ربنا أنا متجوزة لي ورابط عشر سنين عندي ولدين زوجي لا تربطني به صلة غير أولادي ويتعمد مضايقتي ولا يعتذر عن سوء المعاملة ويتجسس عليها في منزلي ودائما ما أجد معدات تسجيل مخبأة في أرجاء المنزل هل هذا يجوز ولا يعد نوع من الشك مع العلم أنه يدري أنني لا أرضى هذا التصرف وأصبحت تحاشى النقاش معه حفاظا على نفسية أطفالي ولكن يغلبني إحساس أوقات وأجد نفسي أبكي وأصرخ من دون سبب هل يجوز التجسس علي وأنا في منزل إخوتي الذين أصبحوا يتحاشون الحديث معي بسبب ذلك وضاقت بي الدنيا غير أن في أشياء كثيرة بيتعمد يضيقني بيها بس أنا في موضوع التجسس ده مؤرقني وحس أن أنا أعدى معاب الحرام أرجو الإفادة وجزاكم الله خير وأنا مش عارف وجوزك شغال إيه يعني سمحين يعني والله ليس استهزاء ولكن يعني من اللي مع النهاردة فلوس يعدي يزرع لك أدوات تجسس في كل مكان وإيه اللي يحمله كل ده إذا كانت السائلة على حق وإذا كانت السائلة سليمة نفسيا والله هذا ليس استهزاء إنما ربما الضغوطات اللي إحنا بنتعرض لها في الحياة الدنيا تخلينها بنتوهم بعض الأمور إذا كانت الأخت السائلة واسقة من كل ما كتبت ومن كل ما أرسلت فأنا بقول لها إيه اللي جابري كنت يعيش معاه الله سبحانه وتعالى حرم التجسس بكل أشكاله وبكل ألوانه وعايز أقول لكم على حاجة من أكبر المصائب اللي ابتلينا بيها في عصرنا ده أكبر مصيبة خربت البيوت وخربت العلاقات التليفونات اللي في جيوب حضراتكم كلكم أكون أنا بتكلم أنا والمخرج بتاعي وبنزع نعمل مشدة كلامية وردة تلاقي واحد يمطلع مطلع كده ويصور الشيخ هو بيقول له أخي رحمني بقى ولكشوف الشيخ سبحان الله العظيم انت مين اللي بداك إذن تصور ومين بداك إذن تسجل أنا بسألكش على الإذن القانوني إنما أنا بسألك على الإذن الرباني تلاقي قاعدة في قاعدة وتلاقي القاعدة كلها تنالت تنالت يقول لك أصطفولان كان فاتح التسجيل أصطفولان كان سايب البلوتوس مفتوح يا جماعة المجلس بالأمانات ويا أخت الكريمة لو الكلام اللي انت بعتده صح فنصيحة الطلاق من أقرب مأزونك وإلا أنت اللي تبقى عصية لله ورسوله في نفسك لأن كل إنساء ربنا يسأله عن نفسه كل إنساء ربنا يسأله عن نفسيته وعن بدنه وانت بنطيع صحتك وبعدين تقولين نفسية أطفال أنهي أطفال بهذا الشكل سينشأوا سويين والله سينشأون مثل أبيهم لأنه هو الذي يربيهم أو سينشأون على نهج أمهم يخافون من كل شيء نسأل الله أن يصرف عنك البلاء عجلا غير آجل إن كنت صادق